موسيقى مرحبا يتم عن طريق الوحدات التدريسية أو التعليمية نقل وتعميق المعرفة والخبرات الفنية التخصصية اللازمة ويقوم الأساتذة بإعطاء الوحدات التدريسية أو التعليمية للطلبة ولكن تختلف هنا الطريقة والأسلوب الذي يتم فيه إيصال هذه المعرفة والخبرات الفنية التخصصية هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الوحدات التدريسية أو التعليمية المحاضرات والحلقات الدراسية والتمرين المحاضرات هي الأساس في عملية إلقاء المادة العلمية حيث أنها تعطي لمحة عامة عن موضوع ما ويحضرها مئات الطلاب في وقت واحد تقوم الحلقات الدراسية على تعميق المعرفة بحلقات دراسية صغيرة تتم قراءة نصوص تمرينية يجب على الطالب تحضير وإعداد الواجبات والمذاكرة المنزلية وربما توجب تقديم بحث دراسي في نهاية الفصل الدراسي صممت التمرينات أكثر لتخدم الجانب العملي وتهدف بالفعل إلى استخدام المعرفة المكتسبة وبالاعتماد على التخصصات الدراسية فإنه يمكن أيضا القيام بالتدريب العملي بالطبع في المختبرات وورش العمل يتم الجمع ما بين المحاضرات والحلقات التدريسية أو الدراسية والتمرينات حسب التخصصات الدراسية تبعا لمحتوى الوحدات الدراسية المنسقة الواحدة تلو الأخرى بشكل متتالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة